اشتركوا في القناة تأهل الاهلي الى المرحلة المقبلة في كأس فيفا انتر كونتيننتل بعد احراز بطولة كأس القارات الثلاث تفاصيل كتيرة جدا لذلك النهاردة بينوارنا وبيشرفنا واحد من النقاط الرياضيين اللي بالتأكيد لي صدى ايجابي جدا عنده مهور النادي الاهلي الكاتب الصحفي الاستاذ علاء عزت استاذ علاء منور الدنيا وصعدة بوجودك معنا النهاردة في برنامج الترين ربنا يخليك محمد أنا سعيد جدا جدا نكون معاك لأول مرة بعد الانطلاق الجديد لقناة الاهلي بجد يعني انت مميز ما شاء الله عليك وبحييك على الانترون انت عملت تلات انفرضات الناس مستنية من الصبح الحمد لله بس عزتك تصرب لنا بس حاجة بس نطلع بيها تصريب احنا عايشين عالم التصريبات فنصرب لنا حاجة بس فهنا سعيد جدا محمد والله معاك بجد انت بجد يعني انا مش عايز عشان بس انت قدامي لكن انا قلتها في غيابك اكتب مرة يعني انت الحمد لله قدرت تعمل حاجات كثيرة قوي على المستور الاتحاد الافريقيا كتغيب عنه خطة طولة جدا فبالتوفيق ان شاء الله دايما الله يخليك الزعالية دي شهادة اعتز بيها طب نبدأ معواع ديها بسرعة بما اننا بدأنا بقصة التسريبات النهاردة كان فيه اجتماع فني للحكام والاجتماع يتعامل في احدى القاعات في فندق كده في مدينة نصر او قريب من التجمع بعيد تماما عن اتحاد الكورن اجتماع فني حضروا الحكام بالمناسبة القاعة دي هتخص الاتحاد الافريقي استأذنوا الكاف عشان يعملوا المحاضرة والاجتماع الفني في القاعة دي ادوات الفور اللي كانوا عايزين يشتغلوا عنه النهاردة هي ملك الاتحاد الافريقي واستأذنوا الاتحاد الافريقي فبداية كده الكاف او الاتحاد ما عندوش ادوات وبدل ما يأجر من الشركة المسؤولة استسهل المسائل ويأجر من الاتحاد الافريقي ده في البداية معناه ايه؟ ده معناه أننا لم نأخذ أي خطوة إيجابية كابتن جمال الغندور مبارح طلع بالتصريح قال لك أننا تقنيت الفار عندنا بعافية كلمة بعافية ده الوصف لها فبالتأكيد نحن نتورش المنظومة التقنية أو الحكام؟ لا هو أتكلم عن تقنيت الفار تحديدا هو أتكلم عن تقنيت الفار الجزء الأهم كان تقنيت الفار هو طبعا مش يدري هاجم الحكام من أنه كابتن جمال دلوقتي هم عايشين حالة سلم دلوقتي مع بعض الإخوة كلما عايشين حالة سلم فما فيش مجال أنهم يقطعوا ببعض دلوقتي لا دي بعدين يعني دي برحلة هي كانت قبل كده ودلوقتي فيه هدنة بعد كده ترجع مرة تانية هدنة عشان ما يجيشها بير أجنب بالضبط بالضبط دي هدنة مؤقتة بينهم بمبعض هم دلوقتي عايشين حالة سلام وقام لجنة أسرة الحكام لكن ده سلام مؤقت لكن هو طلع قال بيدافع الحكام وقال تقنية عندنا صعب قوي تقنية عندنا بعافية طبعا ده طبعا مرضوده للاتحاد الكورم وعد قبل كده كذا مرة أنه يطور من التقنية وعد استحداث معدات جديدة احنا بتكلم عن عندنا أربع عربيات فار بس في مصر يعني لو ظروف حكمتنا نحن نلعب زي الأسبوع الأخيرة مثلا كله في توقيت واحدة بصعب جدا نكون في فار حالك تخيل أن نصف عرض المباريات أو أكثر من نصف عرض المباريات ممكن يقوم بدون تقنية فار ومباريات ممكن تكون مصرية وحاسمة فدي طبعا أمر كاريسي أعمل يتكلم عن منظومة التحكيم منظومة التحكيم لكن ما نتوارش من منظومة التحكيم في مصر نتكلم على الفار عندنا شوفنا في الصبر الأفريقي والصبر المصر الأصدية شوفنا تقنية الفار ازاي وقع تسلل تحسب في أقل من 6 ثواني شوفنا مباريات حكم بيوقف قدام الفار حوالي 3 دقايق وبيتكلم ويأخذ قرار وفي الأخير سيطلع قرار كمان خاطئ حتى بعد سنة تقنية الفيديو كمان طلع قرار خاطئ في مبارات الزمالك والبنك الأهلي لا طبعا أمر صعب جدا ويعني أنا شوف أنه عيب على اتحاد القرى بصراحة عيب أن الاجتماع اللجنة الحكامي يكون خارج مقر الاتحاد كان فيه أكثر مكان فيه ممكن مشروع الهدف يعملوه فيها مثلا في المقر جديد الاتحاد فيه مئة مكان إلا أنه مروح يستنوا بارتحاد أفريقي يعني مش معقول يعني مش معقول يوصل بنا الأمر حتى الحكام لما يجي اجتمعوا يجتمعوا خارج البيت وخارج الأسرة يجتمعوا قبل كده في بيوت بعضه ويعملوا مخاضرات في بيوت بعضه طبعا الأمر حاجات غريبة حاجات غريبة جدا وحاجات سيئة جدا جدا وبتعكسنا ليه إحنا تحكيم عندنا بعافية أنا طيب النهاردة الكابتل محمد فروغ ورئيس اللجنة بشكل مؤقت ما حضرش الاجتماع الفني كان عنده اجتماع مع الأستاذ جمال علام في اتحاد الكورة اجتماع ليه علاقة بتسريب محادثة الفار والكابتل محمد فروغ حسب ما وصل لي من تفاصيل أنه قال للأستاذ جمال علام المحادثات نفسها ما جاءت ليش طيب المحادثة دي لو حقيقية ايه رد الفعل على اتحاد الكورة دلوقتي المفروض يأكد أو ينفي لأن الكلام اللي تقال كلام خطير طبعا سمعته تعليقك سمعته طبعا أنا 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 كمان مستغرب كمان من الحالة اللي فيها الكابتل محمد فروغ يعني حكاية اجتماعات مع اتحاد كتير قوي استقال ورجع في الاستقالة الكابتل ابريم نوردين استقال ورجع في الاستقالة واحنا بتكلم على عايشين حالة ضبابية التحكيق هل اللجنة دي مستمرة ولا مش مستمرة التغنية اللي بتحصل عليها كل شوية فيه استحداث في منظومة التحكيم وده أمر سلبي جدا الاتحاد الكورة رامي منظومة التحكيم على جنب خالص وبيقولك نسيبها للاتحاد الجديد اللي جاي الكابتن الأستاذ محمد ربولفو عضو الاتحاد الكورة طلع من شهر عكس كل اتجاه قال احنا خلاص خدنا قرار ان فيه خبير تحكيم أجنبي ومش عفوة كان علي أساسي وقال احنا خدنا قرار على ان تعاقد مع مدير فن أجنبي طب لو مدير فن أجنبي تعاقدوا معادي الوقتي خلاص قبل انطلق الدوري طب ما ده حصل مع ميكالي نعم ما تعاقدوا مع ميكالي لا أنا بقول خبير تحكيم أجنبي لا أصد يعني الاتحاد نفسه اه بالظبط اه بالظبط اه اعملها داخل على انتخابات بالظبط اه يعني اه طبعا اتعاقد طبعا كان ممكن يسيب برضو الأمر ده للاتحاد الجديد المجلس اللي جاي المجلس الجديد اه وبمباركة وزارة الشباب بالظبط بالظبط لكن طبعا كان يعني انا قطأ اتمنى لو كان عندهم فعلا النية واخدين قرار فعلا بالأمر ده والتصريحنا السيد محمد الابن وفا جيبها على تقريبا 24 ساعة من ما اشار ليه الكابت الجمال الغندور انه تواصل مع وزير الشباب الرياضة لتعيين طاقم تحكيم مصري او خبير مصري دير اللجنة فجئنا بعد 24 ساعة بس السيد محمد الابن وفا كان في رئيس بعثة للمنتخب رجع من البعثة بدل ما كان يتكلم في امور البعثة يتكلم على ان فيه خبير اجنبي جاي وده كان امر بالنسبة لمفاجأة يعني انت ازاي يعني حصل ده واحنا لسه الكابت الجمال الغندور قبلها بيوم ويومين مالك كل وسائل الاعلام بالحديث على الخبير المصري اللي جاي والتوافق مش توافق طبعا احنا عايشين ازمة كبيرة جدا وكنت اتمنى احنا نبتد الموسم بحاجات كتير قوي في موضوع التحكيم تحديدا استحداث تقنية الفيديو نحنا نطور بنفسنا مش معقولة نشوف حكامنا مميزين في البطولات برة في بطولة الصبر ونشيت بيهم ونرجع هنا فاول اسبوع في الدوري تحصل ثلاث مباريات تحصل فيهم ازمات كبيرة جدا غيرت من نتيجتها مبارات الزمالك وبنك الاهل النتيجة تغيرت بسبب التحكيم مبارات بيتروجيت وبرميز تغيرت بسبب التحكيم شوفنا ازمة في اول مبارات سلاحية في الدوري بسبب السماعات طبعا ده كله ده لأسف شديد احنا ما استعدناش للدوري ولا الاتحاد عمل اي خطوة ايجابية للدوري اتحاد يوم 18 ستمبر انا مش اعفل الاتحاد كان فين الفترة دي كلها بصراحة يعني اقعد اكتر من حوالي شهر ونص ما فيش قرار واقصاص جمال علام بيعمل اجتماعات ومرة واحدة ابراهيم يستقيل ويرجع ويتمسك بوجوده ومحمد فاروق يعني النهاردة محمد فاروق في الاجتماع الفني مش موجود اعايد بيحل مشكلة تانية مع رئيس الاتحاد بيحل ازمة وبعد كده تسريب طب التسريب ده ايه اللي يحصل طب ماشي نفترض يعني سي انا واسق دلوقتي ان مثلا مش هقول 100% من الجماهير المصرية واسقة من التسريب ده لكن على القالة فيه قطاع كبير جدا جدا ممكن نقول اكتر من 50% سموا التسريب وتكلموا على التسريب وحاسينوا التسريب ده حقيقي فين رد الاتحاد وعاكلا انا مش عادي الاتحاد ليه دي ما بيردش حتى العقوبات بتاعت ند الزمالك اعلانها بعد ما خرج التسريبات عن ضياع التقرير يعني انت منتظر البطولة خلص بطولة الصوبة خلص 24 تيجي تعني العقوبات بعدها مثلا بفترة 11 يوم او بتاع انت كنت منتظر ايه ايه يقولك المتظرين اللي عبت زمالك رجعت طب اللي عبت زمالك رجعت في نفس اليوم كنت ممكن تعني العقوبات لكن انت انتظرت لحد ما اقبرت يعني وكمان حتى القرارة طالة ثمانية بالليل وطلع القرارات غلط هو الطبيعي يا أستاذ علاء يقولك ايه قررت ادارة المسابقات باتحاد الكورة مظبوط ايه ساب كل ده قرر اتحاد الكورة مش بتاعته مش بتاعته وكذا سيد محمد انا ازاي يخرج تسريبات الساعة 5 لعصر ان فيه التقرير ضع ويبقى حديث حديث المدينة زي ما بيقولوا حديث السوشيال ميديا كلها وسخرية الاعلام وسخرية الناس كتيرة جدا بيسخروا من حكاية ضياع الملف من ضياع تقرير فجأة ساعة 100 قبل لا العقوبة طلعت طب طالما العقوبة موجودة عندك وجهزة ليه ما عنتناشي الظهر ليه ما عنتناشي قبلها بيوم ليه مستنى كده ليه ما تحط نفسك في محل الشبهات فطبعا دي قضية قضية خطيرة جدا عارف ليه ما هو لو بناء على التقرير القرارات مش هتبقى كده طبعا طبعا لما تدي أربع مباريات طبعا في فرق ما بينسوق السلوك وفي فرق الاعتداء طبعا فلما تقول التقرير ضاع طبعا يبقى أنت أخذت بناء على شريك مثلا ولا أخذت بناء على التلفزيون ولا أخذت بناء على إيه ولا أخذ بناء على إيه حدا خالص حتى قرارات هو شافة إيه أخف عقوبة ممكن أخف عقوبة أخف عقوبة وفي ليحة ويطبق عليها ليحة ليحة أنت دي نوديك تلطر عمر يعني أنت بتكلم على أربع سنين يعني ممكن فيه لعبة كنا اعتزلت وبيقت مدربين ولسه العقوبة ما خلصتش شفنا عقوبة تخلط على محمد إبراهيم لما كان لعب في سراميك كلبطرة عقوبة إيقاف ثلاثة مباريات سوبر انتقل للبنك الأهلي وصعب جدا نشوفه مثلا نشوفه في السوبر تاني الله أعلم القرارات الاندباطية بتقبع في كافة البطرات طبعا يعني تبعا كنا بتكلم إيه أربع مباريات يعني والأغرب أنا كنت منتظر قبل قرارات طبعا أنا كنت يعني لما يكون أصلا محاكمة لعيبة الزمالك على يعني تهمة استخدام العنف كلمة استخدام العنف دي أعلى من اعتداء كلمة اعتداء دي ممكن يكون فيه اعتداء لفظي مثلا فيه اعتداء أي حاجة لكن كلمة استخدام العنف ده معناها أن فيه تطول وبعا كده اللايحة واضحة اعتداء على أحد أفراد المنظومة يبقى العقوبة تم مباريات دي لكنه طبعا خافه طبقه ده خافه انت حالك لما انت حالكه استدعى المدير الفن في رئيس زمالك للتحقيق أربع مرات وما رحش أقول لكم على حاجة تم استدعاء جميز للاجمة الاندباط في اتحاد الكورة أربع مرات والأربع مرات ما رحش برطاق بتحريج من مجلس الزمالك للنادي ايه اللي عقوبة اللي خدها جميز التحاد الكورة قال لنا أنه استدعى رجل ما يدروش يقوله الكلام ده هل التحاد الكورة طلع ببيان أو طلع قال ان احنا غدا استدعاء المدير الفن نادي الزمالك للتحقيق معه ما حاجتش كده ما فيش شفافيات علىنا أي حاجة بالضبط طبعا إحنا عايشين يعني أسوأ فترة في فدرت الكورة مصرية تمام يعني العقوبة تمام الممباريات دي كانت يعني في صالح نادي الزمالك والله مش في صالح أي نادي في صالح نادي الزمالك نفسه وعنا حتى كمان كنت منتظر قبل عقوبة التحاد الكورة كنت منتظر بيان مجلس الزمالك يعني كان على مجلس النادي الزمالك التطلع بمسؤولياته وفتجاه البيانة اللي عمله النادي الزمالك أصدر بيان ضربنا لقوله تعظيم سلام أولا أن أعتذر فيه للأشقاء في دورة الإمارات أعتذر لحكومة الإمارات أعتذر لكل أفراد المنظومة وختم بيانه بتلس سطور تلس سطور قال فيها أنه هيجد تحقيق عاجل وانضباطه وفرض عقوبات اللي داع على كل من تجاوز فين العقوبات النادي الزمالك؟ فين العقوبات؟ النادي الزمالك كان ممكن يشير الحرجة أو يحط التحال الكورة قدام سؤولياته وهو عقب لعيبته لو كان النادي الزمالك عقب لعيبته وزي ما النادي الزمالك كان بيعمل وما بيستناش قرار التحال الكورة كان ممكن التحال الكورة يتجرأ يتجرأ ويطبق العدالة ويقاف لعيبت نتذكر موقف حسين الشحات قبل اتحال الكورة مع عقب حسين الشحات النادي الزمالك كان أصدر قراره بتغريب حسين الشحات وكان يبقى فيه قارات أقوى من كده كمان لا عندنا عندنا حالات أقوى من كده بكتير نحن عندنا نجوم وأساطير في الكرة مصرية خارة عقوبات من نادي العقوبات قاف 6 شهر وسنة فيه لعيبة عندنا يعني أنا مش عايز بس الناس بس أكيد الجيل ده مش هتتذكر وقعة الكابتن بريم الحسن ولا وقعة كابتن حسام الحسن ولا وقعة أيمن رشدي لعب الكرة الطائرة اللي تم شطبه لسوء سلوكه ولا تلين لعيبة تلس طاولة لما ترحلهم المغرب عشان خاطر يعني بمجرد هم اشتوقوا مع بعض اشتباك لفظي النادي قال لها رحلهم فطبعا احنا للأسف الشديد شفنا ده وكنت أتمنى من التحالي الكرة انه قبل ما يمشي يقول أو يسيب ذكرى كويسة لها لكن للأسف طبعا هم نويين يرحلوا مصحوبين يعني مش هقول بالعنات لكن غير مأسوف عليهم يعني لا نتائج ولا اندباط ولا أي حاجة خالص احنا مش عارفين نعمل أي حاجة في أي حاجة ولا عارفين نعمل لجنة طبعات شفنا يعني بالأسف شفت الأساس محمود الشامي في حوار صحفي في حوار تلفزيوني من يومين الرجل قال فيه كلام والله العظيم لابد لو يعني لو فيه عندنا مسؤول يتم استدعاء الاتحادين السابقين لمحاكمتهم يعني قال على كمية تجاوزات حصلت لابد ان يحكم عليهم الاتحاد السابق واللي قابليه كمان على لجنة شؤون اللاعبين وازاي كان بتحصل التلاعب في العقود اللاعبين وازاي ما كانش احنا بيقول يعني وتعينات المدربين وتعينات المدربين وهو طبعا تنصل منها لكن هي معروفة لين ده واقع يعني واقع كلنا بيبع شركاء فيه كمان يعني لكن لما بتكلم على ان اللعيبة عندنا بتخرج تتخطى المنظومة وتروح تقدم شكوى للتحاد الدولي مباشرة ضد نيادة او ضد اي حد بدون اللي يقول للتحاد الكورة المصري اللي هو الطلب الأصيل اللي هو المخاطب اللي هو اللي يوجد للتحاد الدولي يعني أنا مستحيل مستحيل لعب في أي دولة في العالم يجي يرفع ضعوة قضائية على أي نادي هنا إلا بمخضط التحدي الأهل بتاعه لكن احنا عندنا لا دونس يا دحمد أي حد يرفع ضعوة قضائية على أي نادي يروح يرفع ضعوة قضائية في الفيفا شفنا ده ده اللي خلى في الأخ خلص أعضاء جميع مفهومة من النادي الأهل يتحرقوا عشان يعملوا ضعوة قضائية ضد لاعب اللي هو مروان حمدي لأنه شافوا العدالة غابت يعني لاعب تجاوز بحق النادي الأهل وجمهيره وما تمشت معاقبته فبالتالي لجأنا لسكة احنا ما نحبهاش أنا ما نحبش اللجوء للقضاء في أي أعضاء أرجع لك لمعلومة يمكن جتلي دلوقتي الاجتماع الفني النهاردة للحكام مش طبيعي يناقش أحداث أو الحالات التحكمية الماضي الزمانيك والبنك الأهلي والأهلي وسيراميكا وكل المباراة النهاردة الزمانيك والبنك الأهلي حالات التحكمية لم تناقش في الاجتماع الفني أمام كل الحكام ده معنى إيه؟ إنهم عايزين الموضوع يعدي بس بس قد كل القصة ببساطة جدا سيد محمد لما تشوف خبراء التحكم اللي هما كانوا لسه مبارح بيلعبه وتشوف أن ستة يطلعوا بفضائيات ستة يطلعوا بفضائيات بعد مبرت الزمالك والستة لما تفق على قرار واحد مزبوط كل واحد بقول قرار واكس التاني يعني أنا عملت سرد يعني درجة أن أنا وأنا بقلب مش عارف واحد يقول لك تلات قرار صحيحة كابتن نحمد الشناوي كابتن نحمد الشناوي كابتن نحمد الشناوي ولك تلات ضربات جزاء صحاها الكابتن توفيس يقول لك ولا ضرب الجزاء صحيحة نشوف الكابتن جديد جريشا يبعى كلامه عكس كابتن ياسر عبرو فطبعا إحنا عندنا يعني مفروض أن التحكيم ده قانون وقانون ده مصطرة فلكن بتشوف طبعا هي أهواء ومش عارف هل المنظوم عندنا يعني مش معقول يكون المنظوم عندنا مش عايز أقول فاز ده لكن مش معقول يكون المنظوم عندنا رسة أو الحالة دي يعني حتى في لعبة واحدة ستة يختلفوا عليها ازاي يعني وبعا كده احنا وفي لقرص انه هجم التحكيم لكن حكاية التسريب الأخيرة طبعا يعني أنا مش عارف التحالي القرى فين أنا كنت أتوقع اللي بعد التسريب ده بس طبعا مش هيحصل أنا كنت أتوقع بعد التسريب اللي حصل ده ان التحالي القرى هو اللي يبادر بإجراء تحقيق عاجل في الواقع دي ويجيب رئيس لجل الحكام ويجيب العالفار ميدو سلامة ويجيب الكابتن محمد فاروق ويحقق معهم في الواقع دي وياخد قرار سريع فوري ان ضرب الجزاء تم اتسابها او يسأل الكابتن محمد عادل يعني انت دي قرار في الغاب انه يفاول وناس كلها مشت مع القرار ده ازاي يعني انت ازاي انت تقول حاجة يعني ازاي انت مع الفارب بتؤكد ان ضرب الجزاء غير صحيحة وترجع تخالف ضميرك فقال من 6 ثواني يعني انت مجرد بس معدلت كتفك بس انت شايف اللعبة وقلت مع المرائب بتاعك ان اللعبة دي مش ضرب الجزاء لان الكرة اتجاه الكرة هل ممكن هو بيشرح لمحمد سلامة ميدو وورده محمد سلامة ميدو له وقايا كتير على فكرة اه طبعا طبعا استناف اللعب في مباراة الاهلي لما كان امين عمر حكم النبارة وساعت امين عمر قال له استناف اللعب مش بروتوكول الفار يميدو قاله تتعليماتك كانت من سيد مراد كانت مباراة الاهل وابنك الاهلي اه مضبوط فهدي اول وقع الواقع التاني لفحمد سلامة ميدو له اجاب منها تقريبا الرامر بيع جاب هدف وتم يلغاؤه بالزبط كده الواقع التاني كان في استادي الماكس والاله كان بيلعب البنك الاهلي برضو وهدف لايمان أشرف من كرة متحركة وكان سعيدة أمام الله وعمر الشناوي والله كأنه والله العظيم كأنه فيه رسال بيحب يعني شوفت مبراه واحدة الأهل وبنك الأهل يذهب وإياب تحصل فيه حال دي والله كأن القدر بيدتحاد الكرة ده يعني فوقه في حاجة غلط بينور لهم يعني أنتوا إيه اللي بتعملوه ده إيه الكرس بعملوه دي طبعا أنا كنت أتمنى يكون فيه تحقيق يعني شوفنا ليفربول لما كان عنده أزمة مع إحدى مبارياته وأقام بدون المقعدها وشوفنا رئيس النوات الحكام عمل اجتماع بعد ساعتين من انتهى المباراة وأصدر بيان وأصدر بيان رسمي وتم اعتذار فيه نادي لفربول وعمل قرارات لا دي الكرة بالضار صح لكن احنا خلاص احنا كرة عندنا بالأسف شديد يعني احنا منعزين على العالم عندنا ناس مجهولة بحاجات تانية في صراع ما بين الحكام في صراع ما بين أعضاء اللجنة مع حكام الموضوع يعني أكيد محسوم لازم خبير أجنبي بأي شكل النهاردة عبل بكرة ده أنت أصدر محمد والله العظيم لو تم تسريب محادثات في جروب واحد من جروبات الواتس اللجنة الحكام دية أقسم بالله العظيم الجميل الكرة مصرية لا انتصق فأي حاجة من مصر المدرحية لو تم تسريب محادثات بين حكام لما منقسمين لتلات مجموعات لو كل مجموعة حاجة بتشوفهم بينتقدوا زميلهم الزال بلعبوا معهم أنا متأكد متأكد أن مستحيل حد هيسق في التحكم المصري مدى الحياة لقدام طيب أنتقل معاك لملف تاني ملف الدور العام هو مش من بداية الموسم متفقين أن الناس بتلعب 17 مباراة وكل فريق معدد النقاط اللي هيكسبها هيتأهل للمرحلة التانية بنفس عدد النقاط محدش يطلع زيرو أكيد لازم يكون فيه نقاط عشان يكون فيه دافع تمام للمنافسة تمام قبل ما الهوى كنا بنتكلم أنا وانت يا صوص علي وفي موضوع النقاط فيه تصرحات غريبة اسمعنا تصرحات كوميديا كارسية والله يعني أنت الأول تأخذها كوميديا وبعد ما تستطيع بالتصريح الأول وأنت بتسمعه وتتحك تقول عليه تصريح كوميديا لكن بعد ما تسمع التصريح ده للنهاية تكتشف أنت تصريح كارسي أنا مش متخيل أن واحد بغط النظر عن هو مين بغط النظر أنه يطلع يقول الأصلح لكرة مصرية أنه احنا بعد 17 مباراة نصفر العداد والتسعة اللي طلعوا يطلعوا بصفر ونقاط ولعبوا مع بعض أنا كده بقول للناس أنا لو النادي الأهلي ولعبت أول عشر مباراة من 17 وخدت 30 نقطة من 30 نقطة يبقى السبع مباراة البقية دي مش مهم عندي لأنني ضمنت أنني هكون من التسعة أوائل بالضبط دي ليه حسابات أنت حضرت بعرض الضر الأول أصلا أصلا بعرض الضر الأول بنبقى عارفين مين اللي هيعرف دور مين تخيل إما النادي الأهلي يلعب آخر سبع مباراة ليه أولا أولا أنا مش هقولي النادي الأهلي أو أي نادي غير الأهلي ممكن يفوت لحد لكن على الأقل خلص أنا ممكن رايح لعبة الأساسية ممكن رخص المباراة كتير جدا أنا بدي فرصة لعملية مش عارف والله محمد أنا مش عارف ده بعدين احنا اتفعنا على نظام يعني حتى مش تفعنا حتى إزاي أنا أقول تصريح أن أنا أخلي الأندية بعد الأسبوع العاشر الأندية اللي تضمن بقاها في التسعة الأوائل هذا الأهلي ممكن يبقى ضمن أن يكون في التسعة الأوائل وده أكيد ممكن أن ديها الثانية بعد الأسبوع العاشر والتلاتاشر طب ضمنت أن يموجودين في التسعة الأوائل معناها أنه بقول لها إلعاب الأربع مشادر بقايا دي براحتك بقى نشوفتها هاستعمل إيه روح بقى أزبط معا حد أو اتعاطف بلاش بجور أزبط اتعاطف معنادي تاني ليك علاقة معنادي تاني بتحبه وروح أعمل فوط لمباراة طبعا دي تصريح كريسة طبعا عايز يركب الترند؟ لا احنا أحيانا نشوف فقرات فيها لا 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 هو عايز يخدم بصلحة نادي عشان نادي لو ما قدرش ينهي الدور الأول بفرق هو خايف على فرقته أن يتنهي الدور الأول بفرق بعيد أو من نقط لو طلت من نقط دي مع النادي الأهلي في مرحلة التتويج هيبه الأمر صعب جدا عليها فهو بيدي فرصة النادي أنه يطلع تاني تالت رابع خامس سادس وبعد كده يطلع مرحلة التتويج ويكون العداد صفر فهيبقى عنده فرصة أفضل لأنه يفوز ببطولة طيب لسه الحوار مستمر وأكيد لسه عندنا ملفات كتيرة لسه هكلم مع أستاذ علاء على بطولة القرات الثلاث فيها كلام كتير الجزئية دي أكيد لكن مهم جدا نطلع لفاصل دلوقتي ثم نواصل بعد الفاصل طيب نتطرك لملف آخر ومتعلق بمشوار الأهلي على المستوى الدولي عندنا بطولتين على مستوى عالمي بطولة فيفا انتر كونتيننتل والفوز على لقاء العين الإماراتي بالثلاثية نظيفة وتحقيق بطولة كأس القرات الثلاث ثم التأهل إلى قطر للمشاركة في كأس التحدي مع الفائز من ديربي الأمريكتين أمام باتشوكا المكسيكي وعندنا كمان حدث عالمي مهم جدا والنهاردة انفرضنا بتوقيت وصول كأس العالم للأندية إلى مصر في الفترة من 14 إلى 17 من شهر فبراير المقبل أستاذ علاء أحداث عالمية كبيرة ولكن عمل صخب على السوشيال ميديا وكأن الناس بتحاول تقول أصلي دي كلها أمور ودية دي كلها تفاعلات يعني الإعلام هو اللي بيحاول يستنحها ولكنها ليست رسمية تعليقك على الحاجات دي؟ أنا بأعذرهم بصراحة أنا اللي بيتكلم اللي بشكك وكذا بأعذرهم واحد مش قادر يعمل حاجة مش قادر يطلع للأمر فينزل للأمر يعني فإن كان حتى أنا قلتها من شوية كنتكاتب يعني مش بصت كده بقول فيه وده حقيقة يعني إن كان فيه عالم فضاء أمريكي في مذكراته قال إن إحنا احتاجنا يعني أمريكا احتاجت سبع سنوات من أجل إقناع العالم الثالث إنهما ترعوا الأمر العالم الثالث قال لك إن كان صعوبة جدا إن إحنا نطلع العالم الثالث إن إحنا طلعنا للأمر مش مصدقين طبعا صعب صعب إن تجيبه واحد من العالم الثالث وتقوله إحنا طلعنا صاروخ طلع على الأمر مش هيصدقك طبعا بالتالي النادي الأهلي برضو هيكون محتاج ينتظر سنين عشان العالم الثاني مش التالت بقى العالم الثاني نحنا بنتقدم شوية يستوعبوا العالم الثالث صعب صعب يا محمد أنت ناس يعني بيحتفلوا ببطولة قرية شهور لما تيجي أنت تقوله أنا بطل يعني هو طلعوا يقولك أنا بطل 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 أبطل أفريقيا يعني 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 شافي بطل 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 أفريقيا وطبعا زمينا أعلمين يعني فلما تيجي تصدمه بعدها بسبوع وهو لسه هايبتد يحتفل أنه بطل 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 أفطل أفريقيا عارف أنت محمد 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 آه بصدد محمد 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 هو كده أنا بطل بطل لأ ده فيوحز بيلي طلق معايا قالك أنا بطل 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 وطلق خلاص يا مروح يقولي قالك لأ ده عشان أنا بطل 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 فأقولت له تم ماشي فلما تيجي أنت تقوله تصدمه بعدها بسبوع تقوله أنا بطل تبقى قرات مش بطل قرة واحدة لأنه إحنا بطل القرات ده أمر مفروغ منه لأ كمان تضيف عليها بطول القراتين طبعا ده أمر صعب أنه يستعبه صعب هم النساء اللوات بيتكلموا على كاس العالم اللي كان يشاركوا فيها سنة 2001 وتلاغت حتى والله يعني أنا يعني حتى زيالت قوي إعلامي زي ملكا وكبير جدا يطلع ما كانش عارف البطل ده كانت فيه أصلا 2001 ويطلع ما شعارف الزمالك تأهل اللي بطولة العالم اللي يتلاغت فبيقولك الزمالك شارك فيه بطل دورة ما كانش بطل دورة وابطال كان بطل بطل أبطال الكقوس كان الكقوس أو كان ساعة تلاغت فيه فعمل لأول مرة نظام أنا والله حتى بعتلوه على الوطس وطوله البطول أول ما كانش في اليابان البطول دي في أسبانيا قال لي غلط تلوه تاني غلطة أنت قلت دورة بطل أفريكية قرر قاعدة شوية وخلها 12 فريق جاب من كل القرر بطلين إلا كيرانوس خل منها فريق واحد بس فأنت كنت فيه مشاركين دورة بطل فحتى كل ما ربطة غلط فطبعا محمد يعني أنت واحد كل ما تتكلمه على الكاسر العلمان دي ويقولك إحنا شاركنا طب إنت فين دلوقتي إنت فين دلوقتي طبعا أنا يعني بحاولة التشكيك دي في الأول أنا تكرتها دي كانت فين دلوقتي جهل لكن طبعا متعمدة متعمدة يعني ببقوا عارفين إن الكلام صحيح طبعا عارف أنت ركوب الترين سوشيال ميدي لأ بص يا محمد أنا أقولت لك هم البداية والله فعلا فعلا هم كانوا جهلة يعني يعني مش كل أعلمين طبعا جالب المعلومات يعني غالب المعلومات يعني ما حادش يقولون نكلف نفسه حتى يخش موقع الفيفا وسبحان الله حتى الفيفا سهل الأمر وخليها باللغة العربية أوه والله ده الفيفا قطر يعني ده أنت لو دست بس هتلاقي باللغة العربية هتلاقي الكلمة موجود يعني ما كلفوش نفسهم هم فوقوا بالحدث فوقوا بدخامة الحدث كمان بدخامة الحدث كمان يا محمد يعني هم فتاكلوا مباراة زي كاسلوسيل فريتين يعني مع بعض ده كان نفتاح ملعب آه كان نفتاح ملعب وتحسب البطولة لا والله هو والله مش قولك عن نفتاح الكاسلوسيل آه طيب ده الحد دلوقتي طيب فأنا بقولك لأ أنت لما تخيل أنت لما يكون واحد بفاكر أن الأهل يلعب العين زي ما هو لعب الهلال في كاسلوسيل وياخد كاس ويلفه بالملعب ونتهي تقصر لكن هو فوج الفيفا بتكلم عن البطولة نادي الإعلام الأماراتي بتكلم عن البطولة رئيس الاتحال مش عارف رسال دولي يتكلم عن البطولة الفيفا كل يوم تقرير عن نادي الأهلي تقرير عن نادي الأهلي وتقرير عن العين ومش عارفوا محطات عايزة تنقل المباراة تلات محطات بتنقل المباراة لا الأمر جلل لا والمباراة على فكرة البطولة كمان بقت بطولة قرية طبعا وبالأهل الدولات عنده 27 بطولة قرية طبعا هم لا محمد هتكلم 27 أنا بقولك بقولك هم صدوا في دخامة الحد هسوما في كلها مباراة لها لعب العين هيلقوا مثلا تلات تلف متفرج عادين في الدرجة تلتة شمال وفي الأخير الكاس هيتطلع هتعرف أنه كان فيه تشكيك حتى لفكرة أن الكاس مش موجود مفيش ميداليات طبعا طبعا الكاس جاي مع وفد الفيفا يا محمد لما معطرفوش بالمهندس أنا بريد أن ده عضو مجد بالتنفيذ الفيفا والله مش معطرفين بيه يقولك ده هو عشان جاي موجود في مصر موجود في مصر ده كان في أسيوبا بيحضر الكونجرس بتاع الكاف لغاية آخر لحظة كان بطرس متسبي جاي آه طبعا لغاية آخر لحظة لأ ويقولك كان بطرس متسبي كان بيحضر كرشة طاية ما جايش ليه دي بطولة اللي اتحالة فريقا مش معنى بيها يعني هو متسبي بيحضر بيحضر مشرطة الأهلي في كاس عامل أندية لا رئيس الاتحاد الأساو بيحضر أي مباراة للهلال أو للتحاد في كاس عامل للسعوديين رئيس الاتحاد الأساو بيحضر مباراة للتحاد جد أو للهلال السعودي في كاس عامل أندية دي مش متلوتهم مش معنين بيهم يعني يقولك لا برنامج من منديال الأندية جاي مصر في شهر اثنين اللي جاي آه انت انفرطت من الخبر ده من 14 هو ده خبر تخطي بتشوانة ليه نعم هو ده الخبر هو الكاس المونديالة هيجي في زيارة لمصر زي ما كاس العالم للمنتخبات طبعا في لف العالم كله آه طبعا صحيح فلازم هو الفيفا كان أعلن في شهر مارس اللي فات أن هتقوم جولة على غرار بطولات كاس العالم للمنتخبات قال إن الكاس العالم الأندية ده في شهر مارس اللي فات عشان بس بحاجة شولك نحن عشان أهل تأهل هيجي الكاس ده ده في مارس اللي فات قبل الأهل بياخد دوره بطالة أفريقيا ومنجرد ما الفيفا أعلن عن النظام الجديد الـ 32 بطولة فيه كان براغراف باللغة العربية مكتوب إن فيه توجه لدى الكاف لدى الفيفا إن الكاس دي تلف كل العالم أنا عايز أقول بالي الناس قدامنا هول كاس على الشاشة خدوا بالكوا ده الكاس اللي كان بيتسلم دايما في اليابان أو في قطر والإمارات هل ده ممكن نفس الكاس اللي ييجي في القاهرة يوم من 14 ل 17 في براير عشرين خمسة عشرين مش مؤكد جديدة مختلفة لمونديال الأندية لا أنا نفسي يكون نفس النسخة دي عايز النسخة دي أنا بحب دايما البطولة تبقى بكاس واحدة مهما اختلفت المسميات اللي نديم بتديها قيمة والكاس كمان يبقى معروف قوي يا محمد عند الجماهير يعني الناس كنت تبقى زي درع الدورة عندنا يعني شوف الدرع الدورة لما تحدث الناس لأ اشتقت للدرع القديم لكن رغم إن الدرع القديم ده كان عليها تحفظك كتير جدا لكن أنا شايف إن كاس العالم يفضل بالشكل القديم ده بالنسبة لي أنا شايف إن هو كاس رائع بجد يعني إحنا شوفناه عن قرب يعني أكيد أنا وإنت شوفناه عن قرب أكيد فيه دور كاس دور أبطال أفريقا اللي فاس بين نادي الأهلي والبطالة كلها فساعتها اتصورت مع كل كاسات أبطال القرار في تاني مشاركة الكاس جيه نادي الأهلي وكان في زيارة رسمية لمصر طيب سريان عشان وقتنا بيجري معاك انتصار الأهلي على سيراميكا بخماسية وتصدر المسابقة بدري بدري بأهداف مهمة وعادة الأهداف ده مهمة جدا ممكن يفرق في الترتيب بعد كده شايف انطلاقة قوية؟ كولر خلاص ابتدى دخل بقى سخا في الموسم بشكل كويس؟ طبعا انطلاقة بصراحة فقط التوقعات فقط التوقعات طبعا أنا طبعا أنا مش أنا يعني فيه ناس كتير جدا كنت بتخاف دايما من فخ المبرارة الفتفتاحية بعد النفوص ببطولة مظبوط يعني دايما بعد ما تفوص ببطولة والنادي الأهلي تحديدا فيه أوقات كتير جدا كنا دايما بنبقى لأنيين من أول مرش للأهلي بعد النفوص ببطولة حتى لو مش فتفتاح الدوري لو مباراة عادية في الدوري الأهلي بعد ما بيكون نشوة الأفراح دي وبتاعه كده لكن بجد الشرط التاني العمل النادي الأهلي وخاصة كمان الشرط الأولين الشرط الأولين كمان أكد شعوري بالقلق يعني أنا كنت داخل مباراة الآن الشرط الأول زاد من قلق إيه إن النادي الأهلي ممكن يتعصر في أول مباراة الشلط الأولين متعلق جدا في الشرط الأولين بالزاد في المطر مين؟ أمام سيراميكا لا الشلناوي لا شناوي يمبرح عمل مباراة بجد يعني واحدة من أفضل مبارياته في الفترة الأخيرة يعني من سنة أو من سنتين مشوفنا شناوي عمل الشرط كده فأنا أقول لك محمد أنا كنت متخوف رغم أن النادي الأهل لأنه الشرط الأول بتقدم اتنين واحد لكن التخوف كان معاي بين الشرطين لكن طبعا أسرع هدف في تاريخ الدور العام المصري في الشرط الثاني ده ألأ كله وسام عمل أسرع هدف في تاريخ الدور المصري الثاني وسام أبو علي وطهر محمد طهر وطهر مفاجئة الموسم ده طبعا ده نتاج الإسابات التشكيل يا محمد يعني أنك أنت بيتقلق التقرير بسمحها ومتصلات مع بعض الزمالات أنا مش عاف فيه فيه ناس خلط القرار بس محتفظة بيه بداخلها منتظر وتشوف المشهد فيه أعضاف في الربطة الأندية اللي ما انتقبتش عشان عايزين ينزلوا اتحاد القرى عشان ينزلوا اتحاد القرى فتخيل لما تبتلي دوري بربطة انتهى صلاحيتها أو انتهى مدتها القانونية فطبعا ده أمر كان صعب جدا فالمشهد فيه مفاجئات فيه مفاجئات وفيه تربطات أنا بكلمة تربطات دي بصراحة من دي أنا أولا محمد يعني فيه ناس كبيرة جدا جدا القرامات حلوة قوي وعدة قوي لما بسألها بتقولي أنا ما دخلتش في قائمة مغلقة مش هخش انتخابات فهيحرموا يعني فيه أسماء كبيرة جدا جدا والناس نفسها تشوفها قالوا لي إن أنا صعب جدا لينزل الفردي لأن تعفل في النظام انتخابات والقوائم ده بيبصعب جدا فرصة فرصة ضعيفة جدا صحيح هي عموة انتخابات اتحاد القرى المقبلة فيها مفاجئة فيه ناس في الربطة ممكن تكون موجودة في منصب النائب الرئيس ممكن يكون مش في اتحاد افريقي فينزل رئيس بدون ذكر المسميات مظبوط بس خلال أسبوع الخريطة كلها هتبان وما تعزلوش انتخابات الكاف عن انتخابات اتحاد القرى طبعا أنا بتفع معك جدا محمد في القصة دي وإن ممكن ولا أتمنى والله أتمنى إن حد يروح لاتحاد افريقي ويسيبه اتحاد المصري لوجه جديد أنا أتمنى وجه جديد نروح بالآخر جوزي معنا طرحنا سؤال في بداية الحلقة أجمل هدف في الأهداف الخمسة اللي حرزوا من الاهلي في مباراة السيراميك تعالي نستعرض مع بعض نستعرض الأهداف ونشوف رأي الجمهور أفضل هدف من الأهداف الخمسة والمشاركات مش الأهداف أنا نستعرض المشاركات أكيد على سؤال الحلقة اللي طرحناه في البداية من وجه اتنظر الناس أجمل هدف هدف حسين هدف وسام يالما بعض نعرض للمشاركات ورأي الجماهير معنا مصطفى حمدى بيقول طاهر أكيد بعد تمريرة الفدائي أنا ما كنتش متوقع أنك هتسجل يا وسام الحمد لله على نعمة الأهلي يبدأ أول تعليق شايف أنه هدف طاهر بعد تمريرة وسام اللي هو الهدف الخمس محمود الحسيني بيقول هدف وسام حطاه عكس اتجاه الحارس والجون اللي هو الهدف الثالث في بداية الشرط التاني لا كابتل وصام حسني كتير وصام حسني كابتل وصام حسني كان خبير في اللابة دي أكيد طيب نشوف رأيي تاني معنا هدف وسام التاني لأن الرأسية بوضعية صعبة جدا والتوجيه عالمي ماشي ده محمد مليجي حنكو النهاردة بيقول معنا هدف حسين الشحات الأول من خارج منطقة الجزاء الهدف الساروخي يبقى فيه اختلاف في القراء علي أبو علي بيقول أجمل هدف هدف حسين الشحات الأول وأحسن أسست أسست وسام أبو علي لطاهر في الهدف الخمس دي كانت رأي كل الناس اللي شاركت معنا عايز أقول لكم تعليقات كتيرة جدا بشكر كل الناس اللي شاركت معنا في الإجابة والتفاعل مع السؤال ولكن بالتأكيد وقت الحلقة جيري بصرع أستاذ علاء عزة أنا بشكرك شرفتني ومورتني وصعدت بوجودك معنا في بردانك شرف لي أن يكون موجود معك بقى كلمة كوني عندك خبر هقول لك قبل أن نطلع هوا شكرا جزيلا لأستاذ علاء عزة وأتمنى نكون قدمنا النهاردة مجموعة من الأخبار والكواليس الهمة جدا بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد بيتجدد في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء